متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة النهاردة ان شاء الله هتكلم عن موقع من المواقع اللي بتضم ادوات عديدة من ادوات الذكاء الاصطناعي وهو موقع monica.im حطتلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو الموقع ده فيه اول ميزة معينا انه هو بيدعم 120 لغة وبالتالي بيدعم اللغة العربية او دي اهم حاجة بتهمي ناس كتير جدا من مستخدمي ادوات الذكاء الاصطناعي تاني ميزة موجودة فيه انه هو بيتكامل مع المتصفح بتاعك يعني تقدر تضيفه كاكستنشن للكروم لأدج وكمان للموبايل أبس وفيهم نمازق قوية جدا زي جميناي وزي شات جي بي تي اللي بيهمي ناس كتير جدا open AI وone preview وone mini جي بي تي فور او كل ده موجود جميناي 1.5 كل ده موجود داخل مونيكا عملية بحث كتابة منشئ المحتوى coding الناس اللي عايزة تصحح اكواد او تكتب اكواد ودي كلها ادوات موجودة داخل مونيكا هنبص بصة سريع على مونيكا الناس هسألني في الاول هل مونيكا في خطة مجانية مونيكا في خطة مجانية لو رحنا على البرايسنج هنلاقي الخطة المجانية عبارة عن الاتي يكون ليك اربعين اكسس على بيزيك موديلز بشكل يومي وهو جي بي تي فور او ميني وكلود 3 هاي كيو طبعا الناس هتقول لي طب وبقيت النمازج انت ليك اربعين اكسس على دول للأسف طبعا بقيت النمازج حيكونوا موجودين اكيد في الخطة المدفوعة بالنسبة ليه الترايل الخاص بالامج والفيديو جينريشن ليك ليميتد ترايل وبالنسبة ليه الشات بي دي اف ان انت تعمل شات مع البي دي اف ملف البي دي اف بتاعك ايضا ليميتد وفيه مالتي بلاتفورم فيتشر اكستنشنز فيه اكستنشنز مختلفة زي لينكت ان جوجل فيسبوك ايضا اوتلوك وايضا زي ما قلتلك فيه تكامل مع ايج و جوجل كروم الابليكيشنز وكمان فيجول استوديو كوز زي ما احنا شايفين وجهة نظري بصراحة كده من البداية كده من بداية مبسيطة على الخطط الموجودة فيه ان هو مش هيكون افكتف قوي في الخطة المجانية انا مش بعمله اي دعاية ومش مشتركة اصلا فيه ولكن لفت نظري هو وجود كل الموديلز دي موجودة فيه وايضا بالنسبة لمنشئ المحتوى يهمه جدا حاجة زي الامج والفيديو جنريشن ويهمه ان يكون الموديلز القوية تكون موجودة مثلا انا بالنسبة لي في انتاج الصور بعتبر ان فلاكس ممتاز جدا عندك فلاكس برو وديف الاتنين ممتازين كلينج من افضل المواقع اللي بتولد نماذج بتاعه من افضل النماذج اللي بتولد فيديوهات سابتة بالزكاء الاصطناعي يعني ستيبل فيديو ديفيوجن انا كلينج شايفه اقوى ده وجهة نظري انا الشخصية وفلاكس برو اندي ديف وده لقيه بالنسبة لانتاج الصور ايضا ممتاز جدا وكويس جدا فهنا انت لو منشئ محتوى هتكون عايز كل حاجة بقى موجودة وكمان الانليميتد اكسس طبعا هو من هنا منزل البرايس بتاعه شوية عن اوبن اي اي في شات جي بي تي ويبيقولك انت عندك انليميتد اكسس على اوان بري فيو جي بي تي فور فطبعا لو واحد منشئ محتوى طبعا انا اعتقد ان اللي بيستخدم مونيكا اي اي هيكون محتاج كل الادوات دي يستخدمها فمن نسبته بدل ما يشترك في كل بقى المواقع هو بيلاقي الادوات دي موجودة في موقع واحد لكن في الفري حيكون لميتد في حاجات كتيرة جدا ممكن يكون شخص مش بيستخدم كتير ادوات الزكاة الاصطناعي واحتاج حاجات بسيطة بشكل يومي ممكن الموضوع ده يفيده حد ما ولكن ده لا يمنع ان احنا لازم نبص على كل الادوات الموجودة والمواقع اللي ممكن تفيده الزود من الانتاجية خاصة اللي بتشتغل بالزكاة الاصطناعي دلوقتي لو بصينا بصة سريعة عن المنتجات او عن التولز الموجودة داخل مونيكا عندك بالنسبة للاي اي اي تولز بشكل عام عندك اوبن اي اي او وان عندك بودكاست جنريتور ممكن يعمل لك بودكاست ممكن كمان يديتكت بالاي اي ممكن يترانسليت يترجم يعمل لك اعادة كتابة ريرايت في نظام الارتيفاكتس الموجود في كلاود هيبتدي ان هو يظهر قدامك كود وحيبتدي يظهر قدامك ويندو فيها مثلا سي لو هومبيج حتتعامل بكود معين وايضا المايند ماب وعندك الاي اي تاكست يومينايزر الناس اللي عايزة الكتابة بتاعتها تبان كتابة بشرية اكتر وبالنسبة للامج تولز الادوات الخاصة بالصور انتاج صور بالذكاء الاصطناعي فيديو انيميشن بيحول الامج الانيميشن منشئين محتوى هيموم جدا الجزء ده البكجراون ريموفر كل حاجة خاصة بالامج تولز والفيديو تولز زي ما احنا شايفين موجودة ايضا البي دي اف تولز اعتقد هتهم الناس كتير شات بي دي اف ان هو يشات مع البي دي اف يسأل على حاجات متعلقة بالبي دي اف ممكن تسأل على جزئية معينة في البي دي اف ايضا ترجمة البي دي اف يحول البي دي اف لصورة الفورمات بتاعها بي ان جي او جي بي جي او يحول البي دي اف البي بي تي باوربوينت او ملف وورد او او سي اار كل ده موجود فيه كمان ريزيمي تشيكر سيرة ذاتية لو انت عايز تعمل تشيك عليها او سكان عليها وحتى الانفويس الفواتير ده موجود بالنسبة لي ادوات زيادة الانتاجية سيرش ايجنت ممكن هو يساعدك رايتينج ايجنت مساعد في الكتابة ويب ترانسليت يترجم ويب جرامر تشيكر يبتدي ان هو يتشيك على الجرامر ويشوفه صحة ولا لأ وحاجات اخرى بالنسبة الناس اللي عايزة تعمل سامرايز بفيديوهات لو فيديو يوتيوب بيبقى يوتيوب سامراي فيديو بشكل عام هتستخدم اي اي فيديو سامرايزر اللي حيلخص لك الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي صفحة ويب تستخدم ويب سامراي وفيه سامراي جنريتور ده برضه اعتقد ان هو بشكل عام تعالى كده نبص على بعض الطولز الموجودة بشكل سريع ونشوف امكانياته اول حاجة هنروح نعمل لوجن ونبص علي اول ما هتعمل تسجيل في مونيكا هتلاقيه كده بيقولك هاو كان اي هلبيو هتطلق شوية ادوات زي الاي اي ارت والاي اي سيرش والشات ويز بي دي اف والمايند ماب والابلود فايلز والرايتينج ايجنت طبعا هو في الخطة المدفوعة افلي حاجات كتيرة جدا يعني مثلا انا لما جيت استخدمت فيه الرايتينج ايجنت اكيد هستخدم الموديلز المتعلقة بالكتابة لو انا دست كده على الرايتينج ايجنت هبص هلاقي عندي جي بي تي فور او عندي كلود 3.5 صونت دي الموديلز الموجودة واغلابها موديلز مدفوعة قليل جدا اللي هتلاقيه شغال معاك بشكل مجاني زي مثلا جي بي تي فور او ميني هنا مثلا ممكن انت تسأله باللغة العربية اعطيني بحث يتوافر في كل مواصفات الورقة البحثية عن اهمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم مع ذكر المصادر طبعا في امكانية ان انت ترفع ملف هنا حبتدي اقول له send هنا بيقول لي بدل ما انتظري لان فيه traffic كتير عليه الناس كتير بتستخدمه اعملي اللي هو start 3 day free وجربي لمدة 3 يام بشكل مجاني ولكن هو حيديني الاجابة عطاني بتريقة الورقة البحثية المقدمة والتوبيكس اللي جوه والخاتمة وعيبتدي تديني المصادر هو هنا كان قايني ان cloud 3.5 high q شغال هنا حيقول لك لازم تعمل subscription على رغم ان هو بيقول مجاني حبيت بس ان انا اي انقل لك النقطة دي عشان لو حد سألني قال لي لي ما اشتغلش معي انا شايفة ان هو ما اشتغلش هنا بيقول لي earn gbt4o cloud 3.5 for free invite friends now يعني انا علشان اشتغل على gbt4o مش mini for o و 3.5 لازم اعمل invite لفرينز يبقى للجزء اللي عجبني اللي انت فعلا ممكن تستخدمه اول جزء عجبني الجزء الخاص بشات pdf online بيمكنك بشكل محدود ان انت تشات مع pdf هديك بس مثال من الامثلة كنت عملت شات ان طبعا انا ليا هنا يعني استخدمات محدودة هنا انا كنت بشات مع pdf هنا بس احبيت ان انا اوريك هنا بابتدي ان انا مثلا say اعلم على جزئية معينة في pdf بتاعي وابتدي ان انا ممكن اسأله هنا مثلا اشات عن هذه الجزئية اسأله عن جزئية معينة اعمل explain يشرح لي translate يترجمني اخد copy فهنا هنا ممكن ان انا اعلم وابتدي ان انا اسأله ده الحتة الحلوة اللي عجبتني لها شات with pdf هنا مثلا بالنسبة لل اللي انا عملتله selection بيظهر عندي هنا هنا بابتدي ان انا اسأل عليه explain with examples بالنسبة للجزء اللي انا علمت عليه ارجعتني يعلم عليه وابتدي ان انا اعمل send عشان يبتدي يديني example ويفهمني بيه الامثلة وهنا فعلا هو جاوبني وعطاني امثلة ممكن تعمل لي الجزء شورتن تأثر تطول تغير التون الترانسليشن انا بوريك الامكانيات طبعا ممكن تكون كلها مش شغالة في المجاني طبعا في حاجات تانية في pdf tools تحول bng gbg powerpoint المستند word تعال بقى نشوف حاجة تانية من الحاجات الجميلة جدا الموجودة وهي الجزء الخاص بالmind map او عمل خريطة ذهنية باستخدام prompt امر كده بسيط ممكن تكتبه باللغة العربية لان هو بيدعم زي ما قلت لك 120 لغة من ضمنها اللغة العربية وايضا لو عندك pdf او document وعندك كمان long text لو انت عندك text طويل او website ممكن تحط هنا url الخاص بارتكل معين عايز تعمل لها خريطة ذهنية او youtube video او حتى image انا هنا ممكن ارفع الزهنية انا ممكن ان انا يعني اصغر شوية يعني اعمل zoom out وهنا ال style ده زحمة شوية ممكن اختار ال style ده افضل وطبعا انت ممكن زوم وتتحرك بي الماوس هو بالضبط كده حولي pdf بتاعي لخريطة ذهنية ممكن اروح اغير ال style بتاحها اخلي ال skeleton بتاحها شكله مختلف اخليه فشبون مثلا ادهولي بالشكل ده ممكن يكون الاراية بالنسبة لي هنا هتبقى افضل لما اكبره شوية او اروح اخلي ال style timeline بالمنظر ده كده ممكن يكون برضو ده افضل ممكن انت تحملها بكذا شكل ممكن bng او تعمل export بformat .xmind file ده بالنسبة لي المايند map المايند map هيبقى حلوة قوي معك لما يكون عندك content كبير شوية وانت عايز تقسمه بحيس انه سهل عليك انت تفهم المحتوى اللي موجود جوه بدل ما تقرأ محتوى كتير او لو عايز توصل المعلومة بشكل سهل وبسيط ما يكون ش في حشو كتير ممكن تستخدم الخريطة الزهنية لكده عشان المعلومة تثبت وتكون واضحة من وجه نظر الادتين اللي هو chat with pdf هم حيبقوا برضو limited بس هتقدر تستخدمهم بشكل فعال chat with pdf وايضا انت تعمل mind map باستخدام الذكاء الاصطناعي عايز تستخدم gpt for o mini بشكل محدود تقدر ايضا تستخدمه بصينا بصة وايضا stable diffusion xl flux pro flux dev هتلاقيه وشنال مش هيشتغل معاك في المجاني ودول افضل موضل زي موجودة عندي في انتاج صور بزكاء الاصطناعي بالنسبة للاسف مش هيشتغل معاك لا svd ولا في المجاني عشان كده انا بقولك هو محدود جدا 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 في المجاني مش حيفيدك بشكل كبير جدا لو انت عايز تنشئ محتوى بصور وفيديوهات ولكن لو عايز تتعامل مع bdf عايز تعمل mind map عايز تشات مع gbt for omini من مكان واحد تقدر انك انت تستخدمه من خلال موقع monica.iv اشوفه في فيديو قادم بزي الله تعالى واتمنى اللي احنا بنقدمه يكون بيعجبكم زي بقولك في نهاية كل فيديو من تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء بتنساش لايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة